من بين أربعين غارة جوية شنها الطيران الأمريكي على مواقع متفرقة في محافظات شبوى وأبيا والبيضاء يبدو أن هدفا واحدا قد تحقق هذه المرة فالضحية الأهم للغارات الأمريكية التي بلغت مستوى الحرب هو ياسر السلمي المكنب أبي المهاجر الإبي السجين السابق في معتقل جوان تانامو بكوبا الذي لا يخضع للسلطات القضائية الأمريكية المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس اكتفى خلال تصريحات للصحفين بواشنطن بالإشارة إلى أن استهداف الإبي إلى جانب سبعة عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة تم في محافظة أبيان دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل المعلومات المتوفرة حول أبو المهاجر الإبي تفيد بأنه الشقيق الأصغر لصلاح السلمي الذي قيل أنه انتحر في معتقل جوان تانامو وأنه كان قد أمضى فترة تمتد بين عامي 2000 و2009 في ذلك المعتقل قبل أن يتم إطلاق سراحه ليلقى حتفه في الثاني من شهر مارس الجاري بغارة أمريكية أحدث الغارات الأمريكية استهدفت بحسب الأنباء عنصرين مفترضين من القاعدة كانوا على متن سيارات في منطقة يشبم بمدرية الصعيد في محافظة شبوى فيما استهدفت منزلا لقاعدي مفترض في قرية نوفان بمحافظة البيضاء الغارات الأمريكية المكثفة خلفت موجة من الدعر في أوساط المدنيين الذين اضطروا إلى مغادرة قراهم ومساكنهم ما حمل المراقبين إلى الاعتقاد بأن هناك مبالغة في التقدير الأمريكي لحجم القاعدة في اليمن مدللين على ذلك بمحدودية النتائج التي تحققت على الأرض خصوصا وأن تنظيم القاعدة لم يعلن حتى اللحظة عن ضحاياه في تلك الغارات ويرى هؤلاء المراقبون أن الحرب الأمريكية على الإرهاب المفترض في اليمن لم تعد محمولة على هواجس الأمن القومي الأمريكي ذاتها بقدر ما هي محملة بأهداف سياسية صرفة ما يعني أن اليمن ولغايات أمريكية مرشح للبقاء ساحة مواجهة مفتوحة مع شبح الإرهاب المتواري في الكهوف والمغارات ترجمة نانسي قنقر